اتل اكثر من ثلاثون شخص اليوم الخميسة في اطلاق نار على مركز لرعاية الاطفال في شمال غربي تايلندا وقال جنرال بالشرطة ان مسلحا فتح النار في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط البلدة وذكرت الشرطة ان منفذ الهجوم يبلغ من العمر 34 سنة وقتل زوجته وطفله وانتحر في وقت لاحق من تنفيذ الهجوم قال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الاقليمي انه تم تأكيد 30 حالة وفاة حتى الان بينهم 23 طفلا ومعلمان وضابط شرطته ولقيت ضحايا مصرعهم بعد ان اقتحم رجل مسلح بمسدس وسكين حضانة في شمال شرق تايلند اليوم الخميسة حسب ما نقلت فرانس بريس عن الشرطة شكرا